يا مسائل فل على احلى متابعين تحياتي لكم من قناتي قناة الشيف نيرمين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون الوصفات اللي بقدمها لكم بتنال على اعجابكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة هنعمل البقسمات المقرمش بتاع الافران بكل اسرارها حاجة تحفة جدا جدا وهتنبهروا من النتيجة سمعوا كده ايه رأيكم بقى البقسمات المقرمش المقرمش بتاع الافران الجميل جدا اللي مشاهي جدا جدا هنعمله في البيت بأحلى وأروع نتيجة ممكن تكوني عملتيها قبل كده بطعم ولا أروع من كده ولا أحلى من كده بصراحة هتبهريهم وهتعملي النهاردة أحلى بقسمات أفران بمكونات جوا البيت دلوقتي حالا تحضري الفيديو وتقومي بسرعة تعملي أحلى بقسمات ممكن تكوني أكلتي في حياتك سناكس روعة وجميل جدا جدا بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تدوسي على كلمة اشتراك باللون الأحمر وادفع علي جرس جنبها على كلمة الكل ولايك حلو كده ويلا نبدأ أولا بقى بنجيب نص فنجان مية دافية وبنضيف عليه معلقة سكر ومعلقة خميرة وده بقى تست ايه تست الخميرة اللي احنا هنعمل منه البقسمات لازم اساسي جدا انك تعملي التست ده وبعد كده تدوي بيهم كويس جدا جدا زي ما انت شايفة كده وتسيبيهم في مكان دافي الفترة اللي بتاخدها الخميرة في الشتاء بتاخد عشر دقايق وفي الصيف بتاخد خمس دقايق بس بتبقى ملت معاك كوباية نيجي بقى لمرحلة العجل هنحتاج زي ما انت شايفة كده كوباية مية دافية دافية يعني درجة حرارتها مش فترة لا دافية شوية كده علشان تساهل معاك التخمير وهحتاج زي ما انت شايفة كده نص فنجان من الزيت اه طبعا ممكن تستخدمي الزبدة لكن او السمنة لكن بصراحة الزيت بينشف معاك البقسمات وبيدي صوت الارمشة اللي سمعتيها اول البقسمات ده وده سر مهم جدا من اثار البقسمات بعد كده بضيف بقى زي ما انت شايفة كده الخميرة وببدأ ان انا ادوب بالطريقة اللي انت شايفاها كده واول ما اتأكد ان الخميرة دابت مع الزيت مع المية بالطريقة اللي انت شايفها كده ابتدي انزل بقى بالدقيق بالنسبة للدقيق اللي بنعمل منه البقسمات مش شرط اساسي ان هو يكون دقيق مخبوزات درجة اولى لا بس اهم حاجة يكون الزيت الدقيق منخول اكتر من مرة زي ما قلتلكم قبل كده نخل دقيق اكتر من مرة بيساعد على الحصول على الافضل نتائج وخصوصا في المخبوزات بضيفة على الدقيق رشة ملح ورشة بيكينج بودر رشة الملح طبعا بتزبط معي الطعم ورشة البيكينج بودر دي يا جماعة مهمة جدا جدا للمخبوزات بتدي طراوة للعجينة من جوة وفي نفس الوقت لما بتتعرض للحرارة بتدي نفشها كده حلوة وقرمشة بتبقى هشة معاكي قوي طبعا عجينة البقسمات بتبقى عجينة اسية شوية او نشفة شوية مختلفة خالص عن عجينة الفينو او الكايزر او المخبوزات بتاعت الافران بتبقى هشة وطرية فمحتاجين العجينة تبقى معاك عجينة نشفة ما بتكونش بتلزق خالص خالص ده شرط اساسي يعني بتزود الدقيقة على حسب ما توصل معاك العجينة لعجينة نشفة تكون مش سهلة او مش لينة ده طبعا اللي بيساعد على ان العجينة اول ما بتدخل الفرن بتنشف معاكي وبتدي بصوت الارمشة اللي سمعتيه اول الفيديو ده بالصراحة البقسمات النهاردة هيبقى مختلف خالص عن اي طريقة تاني هقولك طريقة حلوة جدا جدا لطريقة التشكيل يعني من الاخر كده هتعملي احلى من بتاع الفرن واخيرا اخيرا عرفنا بقى بتوع الافران بيشتكله البقسمات ازاي حتى لو ما عندكيش مكان او يدوي هتطلعي احلى من بتاع الفرن بتشكيل روعة وازاي تلزقي السمسم عليه يفضل كده ماسك فيه مايفكش منه وبعدا كل الحاجات دي هقولها لي جوا الفيديو طبعا بتاخدي تعجين العجينة فترة مش اقل من 10 دقايق على ايديك او لمدة 5 دقايق جوا العجين الكهرباء وشايف انت العجينة هي متمسكة جدا ما بتلزقش معايا خالص انا اخدتها على الكاونتر وفطلت اعجن فيها كويس جدا جدا لحد ما كونت معايا العجينة دي طبعا لان احنا سايبين خميرة جوه او عجنين البقسمات بخميرة فيحتاج مني فترة تخمير بس فترة تخمير البقسمات ما بتكونش فترة طويلة بتكون فترة كده متوسطة بالنسبة لالفينو او الكايزر بتكون الفترة قليلة شوية ليه بقى لان احنا مش محتاجين الخمر قوي لكن احنا بندله سنة الخمر دي عشان يبقى من جوه هاش في نفس الوقت يبقى ارمش من بره ويبقى هاش من جوه طبعا البقسمات ده حلو جدا يعني وسناكس جميل بناخله مع الشاي مع نسكة فيه مع حاجة سخنة بيبقى جميل جدا كمان بيبقى حلو جدا في الفطار الصباح شايفين العجينة هو ده قوام العجينة اللي انا عايزة اوصله لكم فضلت اعجن فيها لحد ما ديتني النتيجة دي وهسيبها بقى تختمر مدة زي ما قلتلكم من نص ساعة لساعة الا ربع في جو دافي بعد ما العجينة تختمر تبقى تمام كده وتتزبط هوريكم دلوقتي ازاي هنشكل العجينة بطريقة احترافية وجميلة جدا بطريقة ما شفتهاش قبل كده بس لو لست ما اشتركتوش يلا دوسوا على اشتراك وفعلوا جرس التنبيهات على كلمة الكل ولايت حلوة كده الوصفة عشان نكمل ونشوف احلى بقسمات ممكن تكوني اكلتي في حياتك مقرمش وهش وطري من جوه ومقرمش من بره تحفى 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 دي بقى الخميرة بعد ما العجينة بعد ما اختمرت هلمها كده هتلاحظوا ان العجينة لما بتختمر بتطرى شوية ما فيش مشكلة ممكن تزاودي كمان شوية دقيق عشان توصالي للنتيجة اللي هي تقدر يتشكل بيها العجينة بمنتهى البساطة هتلم العجينة كويس جدا وهتفضيها من كل الهوى اللي دخل جواها اثناء التخمير ودي خطوة مهمة جدا جدا الخطوة دي يا جماعة بتساعد على ان المخبوزات تطلع معاك بنتيجة فوق الممتازة نتيجة بالضبط نتيجة الافران تفضلي بقى تعجينيها كمان شوية حبة حلوين كده دقيقتين كده وبعد كده تلف فيها تقسميها لرولات يعني ممكن العجينة دي تتقسم لتلات رولات انا قسمتها لتلات كور وكل كورة عملتها رول طويل زي ما انتم شايفة لان العجينة اسية ونشفة كده فهتتفرد معاك بكل سهولة وبعد كده هتبتدي تقطعيها لقطع صغيرة جدا جدا هوريك ازاي هطلع من القطع الصغيرة دي شكل البقسمات بتاع برا بصراحة هيبقى جميل جدا جدا ومقرمش هتبدأي بقى تفرديها لرول طويل جدا كده وهتقطعيها قطع صغيرة وهوريك ازاي القطع الصغيرة دي هتطلع معاك بقسمات ناشف ومقرمش وجميل جدا جدا وهش قوي قوي زي ما قلتلك بتقطعيها قطع صغيرة جدا طبعا بتستخدمي سكينة الحلويات او سكينة اي حاجة متاحة عندك وتبدأي بقى تقطعيها بالشكل اللي انتي شايفها ده لو تلاحظوا ان انا مقطعها قطع صغيرة جدا وهو ليكم دلوقتي طريقة التشكيل انا بصراحة عملت كزا طريقة لتشكيل البقسمات قبل كده بس دي الطريقة اللي زبطت معايا وطلعت معايا النفس بقسمات الفرن بالزبط بعد كده بكورهم كده دوائر وزي ما انتوا شايفين على فكرة يعني حاجة حلوة ممكن كمان تشاركوا ولاتكم فيها يعني هتبقى حاجة لزيزة وممتعة يساعدوكم في الموضوع ده وبصراحة بيبقى حلو بتقطع وقت جميل ولزيز جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده هبدأ ان انا امسك اول واحدة كورتها وهبتدي افردها بس هفردها مش الفردة الطويل يعني شايفين كده هفردها بس نص فردة نص رول كده صغير جدا واركن على جنب هتقولولي ده مش بقسمات هقولك لأ صفوري شوية وهتشوفي هنعمل اين بعد ما بخلص كل الكمية اللي انا شفتها دي لو انتم ملاحظين ان القطع صغيرة جدا يعني لو فرضناها طويل جدا اه بطول البقسمات هيطلع معي بتون سلي وبالمناسبة انا عمل لكم البتون سلي الدايت بتاع يعني ينفع لاي حد عنده سكر او بيحافظ على وزنه او رشاقة او دايت او اي حاجة هسيب لكم اللينك بتاعه فيه صندوق الوصف وعملت لكم قبل كده كمان العشل فينه بافضل نتيجة زي المخابس بالزبط وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وعملت لكم كمان مخبوزات السعادة وخبيز الافراند كله كل الحاجات دي هتلاقوها تحت في صندوق الوصف هندمج كل اتنين مع بعض وبعد كده هجيب السمسم وارشه على الكاونتر وادحرج عليها البقسماتة بالشكل ده الطريقة دي بتعملي الخط في النص اللي هو اللي بيبقى فاصل جوه البقسماتة يا جماعة دي اول حاجة سانيا بتخليها هشة جدا معي ومقرمشة سالسا بتديني الحجم المزبوط فعلا لايك لايك كده حلو بتديني الحجم المزبوط للبقسماتة طبعا بعد كده بجيب بقى صنية اه تيفال او الامونيوم اي مش مشكلة اي حاجة وببدأ ان انا ارص فيها اه البقسمات طبعا بكون دهنة صنية بفرشة اه فيها شوية زيت كده وبعد كده بخلص كل الكمية وزي ما قلتلكم هعمل معاكم واحدة كمان عشان ما شافش المرة الاولى او مركزي معايا يركز بقى في المرة التانية بالنسبة للسمسم دي الطريقة اللي بتخلي البقسمات يعني يمسك فيه السمسم انك تجيب السمسم والضحرج على او ترشيه على الكاونتر والضحرج عليه البقسمات او تلف على البقسمات دي افضل طريقة لان السمسم هيمسك اكتر وواء العجينة لكن لو انت رشيتي عليه بعد الخمر او بعد التخمير مش هيمسك معاك السمسم ابدا كمان في طريقة حلوة انك ممكن تجيب مية وسكر تجيب يعني شوية مية وسكر ودوابهم كده ودواب عليهم السمسم وقت دهني البقسمات من برق هيبقى معاك يعني لونه جميل كده وحلو بس تخلي بالك منه في طريق التسوية في الفرن لان السكر بيسرع جدا التسوية هنسيب بقى البقسمات يخمر لمدة عشر دقايق بس قبل ما اندخله الفرن وبعد كده ده بيبقى شكله قبل ما يدخل الفرن هتدخليه على فرن يعني مسخن قبلها بعشر دقايق درجة حرارة متوسطة وزي ما انتم شايفين طلع معايا البقسمات جميل حجمه حلوة مقرمش لذيذ جدا 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 الوصفة هتعجبك وهتبهر كل ضيوفك وولادك اسمعي بقى صفة القرمشة كده تحفى 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 بجد هيعجبك جدا هش ومقرمش وخلي بالكم بقى متلمة مقرمش جميل جدا 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 بجد طف هيعجبكم قوي وهيعجب كل اللي هيكل منه لو عجبتك الوصفة ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات جنبها على كلمة الكل عشان يوصل لتكل الاشعارات اللي بقدمها من قناتي قناتي الشيف نيرميني الماجد وتحياتي ليكي بألف هانا وشفا وأشوفكم إن شاء الله قريب